وكيف يقول بلينكين بأن نتنياهو وافق على المقترح الأمريكي الأخير بينما نرى بأن نتنياهو لا يعطي مفاوضيه الصلاحيات الكافية لإبرام صفقة وهم غادروا القاهرة اليوم من دون تفاهم أهلا بحضرتك أستاذ نبيل وأهلا بالسادة مشاهدي قناة الغد طبعا نحن ندور في حلقة مفرغة ما أشبه الليلة بالبارحة الولايات المتحدة الأمريكية تتفاوض باسم إسرائيل ولصالح إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية لا تعبأ بأي جهود دبلوماسية وبأي تصعيد في المنطقة إلا لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي والتحارك الأمريكي المكسف الذي شاهدناه من خلال الكثير من المسؤولين الأمريكيين في الفترة الأخيرة هو خوف وقلق من قبل الإدارة الأمريكية على أن تقوم إيران بتوضيه ضربة عسكرية إلى إسرائيل وبالتالي ندخل في نفق الحرب الإقليمية الشاملة والتساع رقعة الصراع وجر الولايات المتحدة الأمريكية من قبل إسرائيل لمواجهة مباشرة مع إيران ومع حزب الله لكي يحقق نتنياهو أهدافه الغير معلنة من وراء هذه الحرب سواء بالقضاء على حماس أو حتى القضاء على باقي أعداءه مرة واحدة نتنياهو يريد أن يقضي على إيران والمفاعلات النووية الإيرانية يريد أن يقضي على حزب الله ولكن ذلك بحرب بالوكالة تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية لصالح إسرائيل في المنطقة وهو ما ترفضه الولايات المتحدة الأمريكية ولا ترغب في ذلك ولكنها في نفس الوقت تسعى إلى دعم إسرائيل بشكل كبير لتنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة فقط دون أن يكون هناك أي رؤية استراتيجية لتنفيذ المرحلة الثانية والثالثة من المقترح الأمريكي اللي تم التصديق عليه من مجلس الأمن ويحمل القرار رقم 2735 عن أي نسخة نتحدث من المقترح الأمريكي الذي يقول بلينكين بأن نتنياه وافق عليه أو قد يوافق عليه يعني من يشاهد تصرحات الوزير بلينكين في ظن وتقديري أنه نسخة لصالح إسرائيل نسخة لتنفيذ المرحلة الأولى وتبادل الأسرة والمحتجزين باعتبرهم من الورقة الأخيرة التي يسعى نتنياه لتحقيقها من وراء هذه الحرب حتى يتسنى له الدخول والخروج داخل قطاع غزة دون أن يكون هناك عليه أي ضغوط سواء من الإدارة الأمريكية أو حتى من الداخل الإسرائيلي يريد نتنياه أن يحقق أهدافه من وراء هذه الصفقة دون أي اعتبار للانسحاب من محور فلاديلفيا والانسحاب من معبر رفح عودة سكان الشمال مرة أخرى إلى منازلهم نحن بنتحدث عن قرابة المليون ومتين ألف مواطن فلسطيني نزحوا دون الانسحاب من محور نتساريم كلها النقاط معقدة ومركبة لم يتم وضع حلول لها إذا أرادت الإدارة الأمريكية أن تنهي الحرب في قطاع غزة فعليها أولا النقطة الرئيسية في هذا المشهد أن تجبر نتنياهو على الانسحاب من قطاع غزة بالكامل أما الرغبات الإسرائيلية لتحويل قطاع غزة مثل الضفة الغربية يخرج ويدخل منه الجيش الإسرائيلي كما يشاء هو تكريس لفكرة الاحتلال الإسرائيلي وأن ندور في حلقة مفرغة دون إنهاء الحرب وتأجيل اندلاع حرب إقليمية وهذه نقطة جوهرية أستاذ نبيل أننا الآن بصدد تأجيل فقط لاندلاع حرب إقليمية لأن الحرب الإقليمية إن آجلا أو عاجلا إذا استمرت وطيرة التصعيد الإسرائيلي داخل قطاع غزة بمثل هكذا شكل هذا سينعكس قولا واحدا على اتساع بقرة التوتر واتساع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بشكل عام إلى حرب إقليمية تحدثت مجددا عن احتمالية الحرب الإقليمية لكن كل الأطراف بما فيها إيران وحزب الله لا يريدون توسيع الحرب لدرجة أن تكون إقليمية دكتور فارس يعني في ظني وتقديري أن كل الجميع الآن يتمسك بوقف الحرب على قطاع غزة إيران إذا نجحت الإدارة الأمريكية في وقف الحرب على قطاع غزة أصبح لديها من الزرائع التي لن تسمح بمجابها بتنفيذ وتوجيه ضربة إلى إيران الجانب الآخر الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لا ترغب بأي حال من الأحوال اتساع رقعة الصراع ولكن هذا لن يسبب إلا زيادة حدة الصراع الولايات المتحدة الأمريكية بتعاملها بشكل غريب جدا مع الملف واتساع الأيدي الإسرائيلية لتتخطى حدود الأراضي الفلسطينية وتطال ثلاث عواصل أو ثلاث دول بنتحدث عن اغتيال فؤاد شكر بنتحدث عن اغتيال إسماعيل أليا بنتحدث عن استهداف الجنوب اللبناني الوفد الإسرائيلي الذي غادر اليوم القاهرة من دون التفاهم على مسألة الانسحاب من محور فيلادلفيا وربما حتى من معبر رفح يعني إسرائيل ناقشت في القاهرة هذه النقطة عدة مرات يعني ما جوهر الخلاف لعدم الوصول إلى التسوية بخصوص هذه النقطة جوهر الخلاف أن الموقف المصري قاطع وثابت في هذه الجزئية يا أستاذ نبيل القاهرة ومنذ بداية الأزمة ومنذ الكثير من المواقف المصرية كانت واضحة في رفض قاطع لتواجد أي قوات إسرائيلية سواء في معبر رفح أو في ممر فيلادلفيا باعتبار أن هذا يمثل تهديد خطير للأمن القومي المصري وأيضا للقضية الفلسطينية لأن بقاء القوات الإسرائيلية في ممر فيلادلفيا هو تكريس للاحتلال وتكريس لواقع جديد ترفض الدولة المصرية والتكريس لأمر واقع وبالتالي القاهرة تسعى وبشكل كبير إلى العودة إلى أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة معبر رفح وانسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا والعودة مرة أخرى إلى اتفاق المعابر الذي وقع بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي في عام 2005 وأيضا هناك مقترح أمريكي يعني إحنا بنتحدث عن الوفد الذي وصل إلى القاهرة كان من ضمنه يا أستاذ نبيل وهو وفد تقني تكنولوجي تسعى من خلاله الإدارة الأمريكية إلى سد الفجوات من خلال التكنولوجيا بمعنى أن أمريكا تريد انسحاب إسرائيل من هذا المحور ورصدت ماله يقل عن 52 مليون دولار لتركيب ردارات وكافرات مراقبة حتى تتسنى تتحدث وكأن ليس لمصر أي حدود مع إسرائيل بل حتى هناك تعاون أمني بين إسرائيل ومصر في جهة سيناء على سبيل المثال مصر لن تتعاون مع إسرائيل بأي حال من الأحوال ولكن لابد أن أذكرك أن كانت هناك في بعض الأوقات ضغوط أمريكية كبيرة على الدولة المصرية فيما يخص معبر رفح وقالت الولايات المتحدة الأمريكية أن على مصر أن تتعاون مع القوات الاحتلال الإسرائيلي من ناحية معبر رفح من ناحية الجانب الفلسطيني ولكن الدولة المصرية رفضت تماما حتى عندما كان يتم تبادل الأسرة والمحتجزين وكان من المفترض أن يتم التعاون مع الجانب الإسرائيلي رفضت الدولة المصرية كل ذلك يؤكد على أن الدولة المصرية لن تمد يدها بأي حال من الأحوال للتعاون فيما يخص إدارة معبر رفح أو محور فلادلفيا باعتبار أن هذه نقاط واضحة للدولة المصرية وبالتالي الدولة المصرية تضع النقاط على الحروف شكرا لك من القاهرة دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر